مازلنا في الوحدة السادسة تخصيص التكاليف بدأنا المحاضرة الماضية في مثال أربعة على طريقة التخصيص التبادلي نستكمل هذا حل هذا المثال المثال نفتكر مع بعض كان أعطيني بيانات عن مركزي إنتاج تقطيع وتشطيب واثنين خدمات سينوسات وكان فيه بيانات ناقصة في نسب الاستفادة بدأنا الحل في استكمال النسب الاستفادة ثم كونا معادلات من تكوين المعادلات حلنا سين وحلنا صعد من تكوين المعادلات بعد ما كونا المعادلات طلعنا مركز الخدمة سين طلعت بـ 26316 دي تكلفة مركز الخدمة سين من حل المعادلات وصعد طلعناها 25263 دي تكلفة مركز الخدمة صعد من حل المعادلات نبدأ نكون جدول قيمة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج بطريقة التخصيص التبادلي الجدول ده لما كوناه أدي عمود البيان أدي مركزي الانتاج التقطيع والتشطيب ومركزي خدمات الانتاج اللي هما السين وصعد وأساس التخصيص أو أساس التوزيع دي كانت التكاليف الغير مباشر دي كانت معطى للمراكز الأربعة أربعين ألف أربعين ألف أشرين ألف أشرين ألف أساس توزيحها إيه؟ هي جاية متوزيحها جاهزة ده بند خاص تخصيص تكلفة السين مين خاصة تكلفة مركز الخدمة سين أبدأ إزاي؟ أبدأ بالرقم اللي احنا جبناه من حل المعادلات أبدأ بستة وعشرين ألف تلتموة ستاشر ده اللي جبناه من حل المعادلات لما حلنا المعادلات أبدأ بالرقم ده وحطه بين قصين ستة وعشر ألف تلتموة وستاشر أبدأ أوزعه على جميع المراكز اللي قبله اللي قبله هنا واللي بعده هنا نسب الاستفادة هنا كانت لمركز الإنتاج التقطيع خمسين في المية ومركز الإنتاج التشطيب تلاتين في المية ومركز الخدمات صاد أشين في المية دي النسب اللي احنا كانت بعد ما استكملناها لو خدت ستة وعشر ألف تلتموة وستاشر وضربتها في خمسين في المية يديني تلات عشر ألف مية تمانية وخمسين نصيب التقطيع لو خدت ستة وعشر ألف تلتموة وستاشر وضربتها في تلاتين في المية يديني سبعة تلاف تمنمية خمسة وتسعين ده نصيب التشطيب لو خدت ستة وعشر ألف تلتموة وستاشر وضربتها في عشرين في المية يديني خمس تلاف متين تلاتة وستين ده نصيب صاد وده موجود في توزيع التكاليف هنا وزعنا سين زي ما قلت دلوقتي دلوقتي دي النسب التوزيع يبقى كان التقطيع 50% والتشتيب 30% وصاد 20% ضربت بقى 26,316 ضربتها في 50% ثم خدتها ضربتها في 30% ثم ضربتها في 20% يبقى دي الأرقام اللي احنا ايه وزعناها نرجع للجدول الثاني نيجي بعد كده اللي عليه الدور من تخصيص تكلفة الصاد تكلفة الصاد كنا طلعناها من المعادلات 25,263 يبقى الرقم ده جمنين من حل المعادلات لما حلنا المعادلات في المحاضرة السابقة الرقم ده لما اجا وزعه اشوف الاستفادة كانت التقطيع بيستفيد ب25% والتشتيب بيستفيد ب50% والتشتيب ب25% فلو خدت 25,263 ضربتها في 25% يطلع لـ 6,316 نصيب التقطيع ولو خدت 25,263 وضربتها في 50% يطلع لـ 12,631 نصيب التشتيب ولو خدت 25,263 وضربتها في 25% وضربتها في 25% يطلع لـ 6,316 نتلع لكي تلعب لـ ارقام حسابية وزعت ازاي توزيع تكاليف مركز خدمات صاد اللي هي وكاة اجمالة لتكلفته الـ 25263 اللي جبناها من حل المعادلات الـ 25263 هنوزها على التقطيع والتشطيب وسين النسبة هي 25% 50% 25 وابدأ لو أنا ضربت الـ 25263 لو ضربتها في 25% أدل 6316 ولو خدت برضو الـ 25263 وضربتها في 50% أدل 12663 ولو خدت برضو الـ 25263 وضربتها في 25% أدل 6316 وناخد الأرقام دي نوديها الجدول نوديها الجدول قيمة التوزيع وبعنى كده وزعنا سين ووزعنا صوت نجمع مراكز الإنتاج التقطيع تجمع فيه لما نجمع الأرقام دي مع بعضها تسعة وخمسين ألف أربعمية أربعة وسبعين نجمع عمود التشتيب مجموعه طلع ستين ألف خمسمية ستة وعشرين لحد كده خلصنا من تخصيص التكاليف عايزين في المطلوب الأولين أن نقصص التكاليف يعمل قيمة التخصيص ويعمل معدلات التحميل أنا عندي المعطيات هنا لو رجعنا للسؤال في الأصل خالص كانت المعطيات كان عندنا في المعطيات قسم أو مركز التقطيع كان ساعات الدوران أربين ألف والتشتيب كان ساعات الدوران عشرين ألف لتنين دول يعتبروا أسس تحميل لما نجي نحمل تكاليف مراكز الإنتاج على المنتجات دي تعتبر أسس تحميل فعشان نجيب معدل التحميل هنا عندي معدل التحميل يحسب لكل مركز إنتاجي وليس لكل مركز خدمات معدل التحميل بيساوي إجمالي تكاليف المركز على أساس التحميل ده فهيبا لازم كان في الأول أخذ كل تكاليف الخدمات دي ووزح على الإنتاج الأول ولما يتجمع بقى التكاليف أبدأ أقس بقى مجموع تكاليف مركز الإنتاج على الـ 40 ألف اللي هو أساس تحميله ساعات دوران الألات والتشطيب بعد ما جمعت التكاليف وقسمه على الـ 20 ألف يبقى أسس التحميل هنا الـ 40 ألف والـ 20 ألف نشوفها كده يبقى مركزي الإنتاج تجمع فيه التقطيع 59 474 وكان أساس تحميله اللي هو ساعات العمل 40 ألف ساعة يبقى نقسم دول على بع يطلع معدل التحميل في المركز الإنتاج الأولاني 1.486 طب معدل التحميل للمركز الثاني إجمال التكاليف المركز التشطيب اللي الجمع 60 526 على أساس تحميله اللي هو كان ساعات العمل اللي هو الـ 20 ألف تطلع 3.263 بعد كده نصيب الأمر إنتاجي من التكاليف الصناعي غير ماشي ده المطلوب الثاني نصيب الأمر بيساوي عدد ساعات الاستفادة في معدل التحميل نبقى نصيب الأمر الإنتاجي من مركز التقطيع كان يعطيني إنه استفاد في المعطيات 400 ساعة دي معطى وطلعنا معدل التحميل 1.486 8.5 يطلع نصيب الأمر الإنتاجي من مركز التقطيع 594.7 نصيب الأمر الإنتاجي من مركز التشطيب كان دي عدد ساعات الاستفادة بتاعته كانت دي معطى بتلتمية ساعة ومعدل التحميل للمركز التاني كنا طلعناه 3.0263 حاصل ضربهم يبقى 907.89 نجمع الاثنين دول مع بع يبقى إجمال التكاليف الصناعي غير مباشرة اللي هتحمل للأمر مجموعة الاثنين 1502.63 60 ترجمة نانسي قنقر